كامارا عينته نجت من إيبولا لكنها خسرت ثلاثة أطفال هي الآن تعد بعض الطعام المقدم من برنامج الأغذية العالمي في سيرليون بالمستشفى لم نتمكن من الذهاب إلى أي مكان كنا طوال الوقت في السرير بالنسبة لي أنا بخير أنا أستطيع البشي أينما أريد وأستطيع الطهي أنا بخير الشكر لله عوامل عديدة جعلت النساء أكثر عرضة للإصابة بفيروس إيبولا في معظم البلد التي ينتشر فيها المرض حسب مبعوث الأمم المتحدة يرجع ذلك جزئيا إلى طريقة رعاية الأطفال والصحة في المنزل ومختلف الأعمال المنزلية وهذا يزيد من خطر تعرضهم للإصابة مبعوث الأمم المتحدة يؤكد على ضرورة محاربة آثار الفيروس تناول الطعام الصحي أمر ضروري لجعل الجسم قويا بما يكفي لمحاربة آثار فيروس إيبولا على صحة الناس وارتفع عدد الإصابات منذ العشر نوفمبر إلى 732 إصابة جديدة في كل من سيرليون وغينيا وليبيريا وأكبر الإصابات سجلت في دولة سيرليون وحدها ب533 إصابة أي بنسبة 70% من مجمل الإصابات المسجلة خلال هذه الفترة حسب منظمة الصحة العالمية ترجمة نانسي قنقر